اشتركوا في القناة 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 هايبرجليسيميا بتعمل نوع من البادليجي والديسكليسيميك ليجي وده بتزود الرزق بتاع الكمبيليكيشن سواء كانت المايكرو او الماكروفاسكولر ده مكتبة اسكندرية ده في الشابي على البحر ما ينفعش حضرك تزور اسكندرية وما تشوفهاش طب ليه احنا مش واصلين لأيرلي وجود جليسيميك كنترول مع عيننا لما تشوف الأرقام ونحن عاديين نتكلم على أدوية كتير جدا للسكر الأرقام مخزلة جدا المشكلة في ايه هل المشكلة في الابيلابيلتي بتاعت الانتيهايبرجليسيميك دراجز حضرتك احنا الفترات طويلة كنا شغالين على انسولين سلفوناليوريز وميتفرمينز ديول التولز اللي كانت في ايدينا للبيبول وسطيب تو ديبيت في آخر تو ديكات شوف لطف انتيهايبرجليسيميك دراجز ظهرت سواء أورال او انجيكتابول او كومبينيشن سيرابي طب المشكلة في ايه شوف الدراسة دي دي كان فيها كانوا عايزين يشوفوا ايه الوقت اللي أنا حعمل بي انتنسي فيكيشن للعينين اللي عندهم طيب تو ديبيتس بسكند جولوجوز لورينج ايجنت امتى بعمل كده وباخد وقت قدي عبل معمل انتنسي فيكيشن لقوا جلوبة ليه ان الناسي حصل لها انتنسي فيكيشن بالسكند جولوجوز لورينج ايجنت عندي مين همو جلوبين او انسي تمانية وثلاثة من عشرة يعني سبنا الناس في كرونيك هايبرجليسيم يا وقت طويل عبل ما فكرنا ان احنا نعمل انتنسي فيكيشن للسيرابي تقريبا كان المين طايم اللي خدوه عشان يعمله انتنسي فيكيشن اكتر من خمس سنين وبالتالي هي دي القصة اللي ما بتوصلنيش للإيرلي والجود جلوسيم الكنترول الكالينيكال انيرشا اللي قد اكون انا كطبيب مسؤول عنها او المريض مسؤول عنها او احنا الاتنين مع بعض مسؤولين على هذه الانيرشا شوف الدراسة دي تقريبا داتا بتقول لي ايه بتقول لي بالرغم ان كان فيه ناس عندهم طيب 2 ديابيتس والA1C بتاحهم 9% او اكتر احنا ما عملناش لناس انتنسي فيكيشن للتريتمينت قال لي تقريبا 59% وسايبين 44% عندهم A1C 9% او اكتر وما تعملهمش انتنسي فيكيشن للسيربي ده الكالينيكال انيرشي هتقول لي يا دكتور محمد في التأني السلامة ده جاي لعيان السكر ولسه متشخص ومتدايق وزعلان بالهداوة نزبطه على مدى سنة سنة ونص شوف حضرتك الداتا دي بتقول لي ايه دي ريترو سبيكتر في ستادي لما اخرنا الانتنسي فيكيشن بتاع التريتمينت للعيان اللي كان عنده سكر لمدة سنة وسبناء A1C 7% او اكتر ده ساحودنا الرسك بتاع كل الكارديو فاسكور كومبليكيشن الامعاي الستروك الهارت فيلير والكارديو فاسكور افنس يبقى دي اهمية ان احنا لازم نوصل لإيرلي وجود جليسيمي كونترول مع العيان اللي عنده طيب 2 ديابيتس عشان اوصل به البرى الامان كمان الهوليستيك ابروش او المالتي فاكتوري ابروش انا لازم اعمل ادريسنج لكل الريسك فاكتورز اللي هتعمل لي ملتبول اورجن كومبليكيشن لهذا المريض زي ما بعمل فوكس على الهايبرجليسيميا لازم اعمل اجريسف مانجمينت للديسليبيديميا للهايبرتينشن للسموكين للأوبيزيتي للفيزيكال انكتيفتي كلنا عارفين اللي كان فيها ملتي فاكتوري الابروش وكانت جايبة ريزلت ممتازة وسيجنيفكنت ازرجارد الاوتكم والكومبليكيشن لما اجي اعمل جليسيميك كنترول وعايز اخد بنيفيتس وقلل الكمبليكيشن لازم يبقى الكنترول دائر لي زي ما ليوكي دي بإيه سألتلي لان انا لما بستنى خلاص بقى فيه ديسك ليسيميك لجاسي وديسك ليسيميا فدي ريسك فاكتور لمايكرو والماكرو فاسكولار كومبليكيشن دي داتة بتقول لي ان الامبروفمينت في الجليسيميك كنترول قللتلي الكارديو باستر وتعال اشوف حضرتك الارقام ايه لما قللت A1C واحد في المية كان فيه ريليتف ريسك ريداكشن للميه ستة وعشرين في المية لما قللت الA1C واحد في المية كان فيه ريليتف ريسك ريداكشن للنفيتال استروق واحد واربعين في المية وبالتالي اجابة السؤال اللي قلناه هل الجليسيميك كنترول مات مات هل مهم الاجابة نعم وبقوة وقولا واحدا حضرتك اول ما تشخص العيان اللي عنده طيب 2 ده بيتس لازم تحط عينك على الطارجت اللي مفروض يوصل له هذا العيان لان ده انديفيدولايز وزي ما قلنا فيه عوامل كتيرة تتحكم فيه برامتر انما الA2 قالت لنا ان الادلت او المست برامتر اللي كلنا عارفينها الديوريشان وريسك في فيبو جليسيميا والكوموربيتيتي والكومبليكيشن هل السيتا جليبتن ممكن يوصلنا للإيم اللي اللي نتكلم عليه ونعمل وجود جليسيميك كنترول حد عارف ده ايه ده كوبريستالي ماينفعش حضرتك تيجي اسكندرية ومتتمشاش عليه في المغربية تبقى شي جميل جدا دي مدام نوها 53 سنة دي اوفر ويت عندها سكر من 13 سنة ماشي على انتي هابرتين سفدراج جالها امو اي من سنة ماشي على ميت فورمين اتنين جرون في اليوم كانت على سيتا جليبتين ولكن عندما جاءها نحول على حاجة لها على هذا الكمبيوتين فعطالها الاسجليتو انهيبتور وشال سيتا جليبتين هي جاية تعمل الشيك اوب وتقول لك خلي بالك لو سكري مش مظبوط انا اوعد الديني حوان او تشك شك لي وقعت لك انا الشغلة بتاعتي بتخليني الميل بترن بتاعي يبقى الريجولار الانسي بتاحها 8 و 1 من 10 نورمال كرياتينين ده الليبت بروفايل بتاحها وده الاسط والالت دي دراسة اتعاملت في اليو اس اوبزورفشن ريل وورلد قالونا ان 38 في المية من العينين اللي بياخدوا متفورمين واسجليتو وانهيبتور كان الانسي بتاحهم 8 في المية او اكتر زي ما دكتور حسام قالنا ان هما مش امنا ساكتاد الكتير قوي فبالتالي لما اجي اكتب سيرابي اللي عنده طيب 2 ديبيتس انا بدور على حاجة لها ميكانيزم يعني حاجة تعمل لي لأكتر من واحد من هذا عشان اوصر لإيه لي وجود جليسيم الكنترول لما بص على متفورمين ده بيحسن الانسي بيقلل الهبات الجولجوس الانسي بتزود الانسولين سيكريشن بسمارت مانر يعني بجولوجوس دبند مانر وفي نفس الوقت بتشغل على الجولوجاجون وتعمل لي هارموني في الريليس بتاع الجولوجاجون وبالتالي تقليلي برضو الهبات الجولوجوس بروداكشن يبقى لما استخدم من متفورمين وسيتا جليبتن انا متوقع وده ينعكس على وده الدراسة اللي شفنا فيها الانيشي الفيكس من سيتا جليبتن ومتفورمين مقارنة بالمتفورمين وطفر البيزلاين بتاعي اللي انا بدأت بيه من الهومولوجبين A1C كان فيه مع مقارنة بالمتفورمين طبعا كل ما كان البيزلاين بتاعي من A1C كان أعلى كل ما كان الريدوكشن في A1C بيبقى أعلى لما تبص على الالجوريزم بتاع المانيشمنت في هايبر جليسيميا في البيبول وطيب 2 ديابيتس في الADA 2022 بص على البيزلاين بتاع البيفور انهيبتر صحيح انا لو عندي عيان من الطيب 2 او عندي أسيروس كارديو بيبقى الأولوية لدراج بروفت ان ليه بنيفت على هذه الكمبيليكيشن طب انا كتبت ولسه ما وصلتش للجليسيميك تارجت ما احنا قلنا الجليسيميك تارجت ان انا اوصل به إيرلي ده مهم جدا في الكمبيليكيشن بالتالي هتلاقي فيه بوزشة لهذا تبفور انهيبتر حتى في العينين الهاي ريسك او طالما بدأت بالموليكيول اللي هي وليسه ما زبطتش ووصلتش للجليسيميك تارجت طب لو انا عندي جنيد ان انا اقل للريسك في هايبو جليسيمي هتلاقي دي بفور انهيبتر لها رول طب انا الويت كنسيرن عندي ومش عايز ازود الويت هتلاقي دي بفور انهيبتر لها حتى في القوست لو انا بدأت بالحاجات اللي الكوست بتاعها قليل سلفونال يورية دي دي ولسه ما وصلتش للطارجت من الجليسيميك بروفايل برضو دي بفور انهيبتر لها بوزيشن كلنا عارفين الكارديو فسكور اوتكم تريالز اللي بتتعامل على الادوية ومهمة جدا عشان يقولوا هل هذا الدواء ليه كارديو فسكور سيفتي ولا لا ويا سلام لا يبقى ليه بنيفيت يبقى افضل التيكوز دي تعاملت على السيتا جليبتن لكارديو فسكور اوتكم تريال العيانين طيب طو دي بيدس عندهم أثر سكولوروت كارديو فسكولر دي زيزيز وناس خدوا السيتا جليبتن وناس خدوا بلاسيبو وكانوا عايزين يشوفوا ايه في الكارديو فسكولر ريسك ده ازرجارد دي 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 ممكن برضو ما كان ليه اي دي تيريس افكت على الهوزبتاليزيش للهرتفيلر لان احنا في موليكيول في المجموعة دي كلها مشكلة مع الهوزبتاليزيش للهرتفيلر ولما عمل نصاب جروب في الناس اللي كان بيزلاين عندهم هرتفيلر ما كان اي انكريز في الهرتفيلر ريليتد دي بحري قلعة بقيت باي دي دراسة كانوا عايزين يقرنوا الكارديو بتاعت الديبيفور انهيبتور مع السلفوناي اليورية اتنشرت من حوالي ستة شهور ارم كان ماشي على السلفوناي اليورية و ارم الديبيفور انهيبتور ومعظمهم كانوا ماشيين على السيتا جليبتن يليها الفيلد جليبتن الكارديو بسهور اوتكم كلها كان مع الديبيفور انهيبتور وبالتالي في هذه الريترو سبيكتف اوبزورفشان الترار قالوا مع الديبيفور انهيبتور مقارنة بالسلفوناي الورية الريسك هايبو جليسيم اقل الهوزبتاليزيش للهيبو جليسيم يعني سيفير هيبو جليسيم اقل الكارديو فاستخل اوتكم كان افضل مع الديبيفور انهيبتور وكان احسنهم السيتا والفيلد جليبتن والساكسا جليبتن زود الهوزبتاليزيش للهارد فيلر هي عندما شاهدت الريتروسبيكتف اوبزورفشينا الترايل نقول سيف على الكارديو فاستخد هل لهم كارديو بروتكتف افكت الاوبزورفشينا الاستخد لم يوضحت ولا تفعل إكسيبليانيش لهم كارديو بروتكتف افكت فانا اما دعبس وقريت قليلا قالوا احتمالات قالوا احتمال ان السلفوناي الورية وفي الترايل كان في هايبو كارديو وقالوا حاجة تانية قد تظهر في الايام القادمة ان بيقللوا الجلجوز يعني بيحفظوا اكتر وقت ممكن من اليوم ان يبقى الجلجوز او الجلجوز شكرا لحضراتكم